اشتركوا في القناة والكلام موجه للأشخاص اللي حبوا الإرجاف في مثل هذه الأوقات أخي المرجف اسمعني زين في يوم حساب وحيجيك شئت عجبك ما عجبك بتتحاسب على الكلمة اللي تكتبها في المنتديات بتتحاسب على الكلمة اللي تقولها في أي منصة لا تبث الذع ولا تبث الخوف بين المتداولين لأنه كلمة تقولها في يوم في ساعة ويقراها واحد من المتداولين الذي لا يفهم التحليل الفني ويعتقد أنك إنسان تخاف الله ويروح يبيع بخسارة مؤلمة بسبب كلمتك أنت ويرتد السوق بعدها بيدي عليك دعوة تجيبك الأرض فخاف الله في الناس وبطي الإرجاف تراها ماهي تريقا المسألة ماهي مزح ولاه لعب المال عديل الروح لا توجي عن الناس ولا تبث الذعر والخوف وأنت أيها المتداولة العزيز أتعلم التحليل الفني ما تعرف أمشي خلف محلل يضع لك الشارت أمام عينيك لترى أين واكفين إيش كاسرين وين رايحين ما هي الدعوم ما هي المقاومات هل كسرنا يا أخي منطقة مهمة تاريخية رئيسية ترند ولا لا لا أجل ويش تخليني أطلع مدام لا كسرت ترند رئيسي لا قفلت تحته وفي مناطق ارتدادية أنت ما زلت فوقها تخاف من السوق ليه وتطلع عليه بخسارة مؤلمة تتحملها وتثبتها عليك هي على الشاشة خليها على الشاشة المسألة مسألة وقت وسيعود السوق أقوى من أول إحنا طالعين على فكرة من قاع كورونا ما صححنا غير مرة وحدة فقط وكان تصحيح أي كلام وانطلقنا أعتقد من 7400 7500 7000 كسور 7800 طرنا وحققنا أعلى قمة الآن جبناها وبدأنا نصحح ثاني تصحيح بسيط عادي ما في مشكلة حتقول لي كوفيد ما كوفيد حقول لك إحنا بترى بدأنا نزول قبل كوفيد ما يطلع لنا ويصير في ظهور يعني ما كان الكوفيد موجود أو أم كوفيد بالله أم كوفيد ما ظهر إلا بعد النزول بكم يوم ما يعني لا تعليق شوفوا المنصة عندكم مركز الأسهم السعودية يوميا تقريبا فيها تحليلات للشركات وللمؤشر العام وبنتناقش وبنتكلم في الموضوع هذا بشكل يومي صباحا ومساءا فلما الخوف ولما الاستعجال في اتخاذ قرار البيع بخسارة مؤلمة تابع الشارط أتعلم التحليل الفني وخليك من الناس اللي الثرثارة هذه اللي تتكلم بدون علم بدون ما تفتح شارط وتوريك وتثبت لك أنه كلامه يعني منطقي ويعني صحيح فني مدروس بس يقعد يقرقر كذا عليك يا أخي لا تصدقهم لا تمشي ورا الناس هادي هذولا تافهين أطفال لا علم لهم ما هم مستوعبين حجم الغلط اللي بيسووه بين الناس فأتمنى يعني ركز أهدى خذ نفس وصلي على النبي وإن شاء الله الأمور بتتحسن وما أقول غير الصبر طيب تأخذ الحق وافي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته